كشف عضو في لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور المعطل في مصر عن فشل وساطة رئيس اللجنة عمرو موسى في حسم الخلاف بين حسب النور السلفي والأزهر الشريف من ناحية والكنيسة المصرية من ناحية أخرى فيما يتعلق بمواد الهوية التي تتعلق بوضع الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد وأشار العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أنه ما زال هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن المواد الثانية والثالثة والرابعة فضلاً عن المادة 219 المتعلقة بالشريعة الإسلامية وأضاف أن ممثل حزب النور أصر على وضع تفسير لمعنى كلمة المبادئ في المادة 219 منوهاً إلى تمسك النور برأيه حول أهمية هذه المادة لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية رافضاً تفسير المحكمة الدستورية العليا بجان تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر